تفضل بارك الله فيك يا أخي بارك الله فيك أهلاً وسهلاً بك تفضل ما الذي جعلك تغفو على قارعة الطريق يا أخي؟ أنا رجل مسافر كما ترى وقد عرشت على ذاك المسجد كي أغفو فيه حتى الفجر ثم أصلي الفجر وأتابع مسيري ولكن آذن المسجد سمحه الله وغفر له منعني بحجة قفل باب المسجد سمحه الله وهذا أغفو هنا في فرني حتى الفجر بارك الله فيه يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم أحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تسمح لي بسؤالك يا أخي تفضل اسأل هل قطفت الثمارة تسبيحك واستغفارك هذا؟ نعم والحمد لله ما دعوت دعاء إلى الله إلا استجابه الله لي إلا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن لقد شوقتني والله وما هو هذا الدعاء؟ أن أرى الإمام أحمد بن حنبل سبحان الله سبحان الله والله لقد كنت أجر إليك جرا فليطمئن قلبك يا أخي وقد استجيبت كل دعواتي كيف ذلك؟ أنا لعبت فقير لله أحمد بن حنبل أنت؟ الإمام أحمد بن حنبل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لك يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله